خلونا نروح لهذا الشاب الرجل الرائع العالم الصغير اللي بسببه وكانت الفضاء الأوروبية تقرر انها تعمل هذه المسابقة وتستخدم المجسم اللي عمله يبقى غلاف للمسابقة دي اتفرجوا وافرحوا بعيالكم أهلا بيكم النهاردة هكلمكم عن السنة الضوئية وهي واحدة كياس بنقس بها للمسافات البعيدة في الفضاء وبتساوي 9.5 تريليون كيلو متر وأنا بحضر فيديو جديد عن المجموعة الشمسية عن العطارد والزهرة والأرض والمريغ والمشترة والزحل وأورانوس ونبتون وكوكب بلوت وكوكب قزم حكاية مع وكالة الفضاء الأوروبية فاحنا عملنا الأول ترسكوب نعمله اسمه جيمس واب فبعدين بابا بعت لهم الصورة لأمريكا اسمها وكالة ناسا بعد عشرة أيام أو أسبوع كلمتنا وكالة الفضاء الأوروبية خدت من لنا الصور وبعتت لنا هدية الشهر الجاي بقى بعتت لنا أمريكا اللي ديها الجديدة أحمد طبعا من ساعة ما تولده هو أنا عشان أنا أصلا عندي شغف لعلم الفلك فهو طبعا تولد لها مكتبة زي ما حضرك شايف كلها علم فلك وعندي ترسكوب وبأخذه طبعا في الندوات العلمية التي يتحدث عن علم الفلك والفضاء فهو حب المجال ولما كان يسألني أي سؤال أنا كنت بحاول أن أبسط له المعلومة على قد مقدر فهو عنده الابتكار من صغره الذي يرى الأشياء ويركز في الأشياء ويشاهدها معمولة من إيه وهو يعوز ينفي كيف؟ وكالة ناسا الأول نحن بعتنا لها الصورة خدتها على الموقع بها بعد ذلك وكالة الفضاء الأوروبية هي الطالبة التي يأخذ منها الصورة بعد أسبوع أو شيء هم عملوا مسابقة تقريبا لتخطر فكرة أحمد عندما رأوا الصورة وقامت برسكو أذكر أن أعطلوا طرد من المطار هدية حاجات للأطفال ملصقات وموية وحاجات شواتها هدائلية